كلما نهب أرض انفتحت شهيتهم للمزيد فيندفعون في نهب الممتلكات انطلاقا من خرافة أنهم سادة وبقية الناس عبيد ذلك ما يفعله الحوثيون في كل أرض لوثوها بإجرامهم وهو عين ما يفعلونه في بني جرموز شمال العاصمة بحث الحوثيون عن حجة يتعلقون من خلالها بقشة جمعية تعود إلى منتصف ثمانينيات القرن الماضي ليكتشف الأهالي أن الحجة مدخل لنهب كل الأراضي فإذا الحوثيون ينهبون مئات آلاف اللبن دون وجه حق أو مبرر أو ثمن ومن أعلن رفضه من المواطنين يواجه بالتهم المعلبة نفسها ويغدو عدوا للدين والوطن ومرتزقا لعلاقة له باليمن يحدث الأمر نفسه على مقربات من المطار في صنعاء يلتهم الحوثيون عشرات الكيلوهات ويبتكرون لذلك أسبابا ومبررات أسباب لا يلبث المواطنون أن يكتشفوا أنها مجرد أكاذيب يتوصل من خلالها الحوثيون لما هو أبعد منه بأراضي اليمنيين حيث المخطط الإيراني الذي يستنسخ تجربته في لبنان لإنشاء ضاحية شمالية في العاصمة اليمنية على غرار الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية وتلك خطة ينفذها الحوثيون بإشراف خبراء إيران ولبنان منذ سنوات ويستقدمون لأجلها أنصارهم من صعدة ليطوقوا بهم العاصمة ضمن مخطط إسكاني إحلالي بعيد المدى يأخذ في الاعتبار حقيقة أنهم سينهزمون عسكريا فيكون لهم البقاء عبر الطوق الطائفي ما يحدث في بني جرموز وفي مناطق صنعاه وأمانة العاصمة بشكل عام يحدث في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا إيران وما لا يتم نهبه بحجة أنه في فرز الأئمة السلاليين يجري نهبه بأكثر من سبب سخيف يكرره إعلام الحوثيين وما بين القتل والنهب المستمرين تبقى الحقيقة أن الاكتفاء بالرصد والتوثيق لن ينقذ اليمنيين